السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبدأ التقديم ديال الوصفة ديال اليوم بغيت نشكركم بثاف بثاف حد سولت فيها خاصة يعني في هاتجوش فيديوهات الاخرين اللي دلت كنت دلتهم بدون صوت وبقيتو كتساءلو فين بشت يسرى فين بشت الصوت ديال يسرى فسبب الرئيسي اللي دلت يعني هات الفيديوهات بدون الصوت هو اني كنت ايانا شوية فما كانش يمكن لي نسجل الصوت ديالي وما زال لي حد الان صوت ديالي شوية مدحبح فالسبب التاني هو قلت كنوة من التغيير يعني تعجبوني انا شخصيا هات من نوع ديال الفيديوهات اللي تيكون فيهم الكتابة تيكون يبقى موسيقى فمرة مرة سنحاول نبقى ننزل بحلعة ديال الفيديوهات وكنشكركم مرة اخرى من كل قلبي حد سولته فيها فبالنسبة الوصفة ديال اليوم هي تكون عبارة على الخبز ديال دورديلا وكنت بزاف منكم اللي طلبتوه اليوم فانا لبيت طلب ديالكم هات الوصفة هدي كيجينا خبز ديال ترطي لها الرطب وما تيجيناش قاسح او مقروش ولا شي حاجة وسهل جدا في التحضير فانتمنى ان الفيديو يجبكم ويلا هنبدأوا الوصفة ديالنا بسم الله بنسبة طريقة ديال التحضير فافئينا عندي هنا خمسمائة كرام ديال الدقيق اللي غربناه من قبل انضيف عليه واحد المالقة صغيرة غير مملوءة من الملح واحد الكيس ديال الخميرة ديال الحلوة من وزن ثمانية كرام وغادي ندمش هات العناصر الجافة اه مزيان مع بعض من بعد غادي نضيف مصف كأس من الزيت اه زيت النباتية ما يعادل تمانين مليليليتر غادي نحاول ان نلبس مزيان بدقيق بديك الزيت يعني بحال الشكل ديال كيف كان ديرو الحرشة يعني كان يعني كان نبس بسبوها مزيان او كان لبسوها مزيان بديك الزيت من بعد غادي نبدأ كنضيف الماء الدافئ يعني الماء يكون دافي غادي شي شوية سخونية يعني ما شي دافي بسان سوفي كان بدك نضيف الماء شوية بشوية حتى يعني كتجمع ليا اه العجينة فبعد ما كتجمع لنا العجينة كنديروها فوق سطح العمل وكندلكوها مسيان واحد لمدة ديال خمسة ديال دقائق او حتى يعني كان حصلو على واحد العجينة كتولي لنا رطبة يعني ومدلوها مسيان على هات الشكل هذا فغادي نديرها في واحد الاناء وغادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد لمدة ديال خمسة ديال دقائق فان بعد ما دزت ليها خمسة ديال دقائق غادي ناخد العجينة ديالي وغادي نقطعها لشراء ديال القطع وطبعا ممكن انتم تقطعوا العدد اكتر اللي لا بغيتوا مثلا يعني هات الخمس ديال التورتي اللي تديروهم صغر فقطعوهم يعني الاثناش او الاربعتاش القطع على حسب انتم اه الحجم ديال التورتي لكي بغيتوهم هاتي نشكلهم الى كويرات ومن بعد الكويرات هاتي نلبسهم او هاتي ندوزهم في الدقيق مزيان من بعد هاتي نغطيهم وغادي نخليهم نرتاح واحد لمدة ديال خمسة دقيقة فان بعد ما دلست خمسة دقيقة غادي ناخد الكورة الاولى ان دينا فوق سطح العمل ان نرش شوية ديال دقيق وبالمساعدة ديال المدلك غادي نبدال كنرقاق ديال العجينة ديالي حنا يعني كن نطلقوها وحنايا كنبقو كننقلبوها وكنظوروها باش كي يجينا واحد شكل دائري مقاد وحتى لما جاكمش مقاد يعني كتاخدوا واحد لغطايا او واحد اليلاء او طبق وكتعاودو كتقطعو عليه باش كي يجيكم عندك خبز دورتيلة مقادين وشكل دائري موحد فانا بعد ما اطلقتها هادا هو السمك ديالها كتكون رقيقة مزيان مباشرة غادي نطيبها فانا هنا يراني سخنت من قبل المقلة التقيلة وطبعا النار كتكون اه يعني النار كتكون مجهدها غير كنبيروها كنبدو كنشوفو واحد الفقاهات صغيرة كنقلبوها يعني تنخلي واحد لخمسة ديال التواني هكياك وتنقلبو وكنبدو يعني اه كنقلبوها في الجهتين وكندوروها باش يعني كتطيب لنا من جميع الجهات وكتتحمر معنا وملاحظة ما خصناش نطيبوها باش ما كتقصح لناش يعني غير كنشوفوها كتاخد واحد اللون مذهب وهكا كتكون نبين القياد فيها وديك الساعة كنحيدوها على هات الشكل هذا فغد نعود ندير معكم واحدة اخرى فنفس الشيء كنناخدو الكرة التانية كنطلقوها وحنا كنمددوها وكنمددو وكندورو العجينة وكنقلبوها باش كيجينا شكل موحد ومكد كيقوت لكم دائما كنرققوها مزيان حتى يعني تقريبا سطح العمل كيبدو كيبان لكم في العجينة مباشرة غادي نطيبها ماركة تكون مجهدة غير كنخليوها تقريبا واحد ثلاثة او خمسة ديال التواني او حتى يعني كنشوفو واحد الفوقعات صغيرة وبدو كيتدارو من الفوق ديك الساعة كنقلبوها وكنبدو وكندوروها على يعني كامل اه المقلع مش هكا يعني كتب لنا من جميع الجهات وكنبدو كنقلبوها على الجهتين باش كتتتحمر معانا وكتب واخصناش نحمروها بالساف باش يعني ما كتقصحش معانا وسافي غادي نبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى ينكمل اه الطهي ديال العجين ديالي كله ولاحظة فبالنسبة لخبز اي خبز ديال ترطيلة من كنطيبه كنديروه يعني في واحد الان منديل وكنغطيوه باش كيبقى نارطب وما كيقصحش معانا ومبعد الماء كنطيبوه الكمية كلها ونسالوها فكنغطيوها مسيان ونجمعوه ونديروه في واحد البلاستيكا باش كيبقى نارطب ومسيان وصافي هادا هو تكون شكل نهائي ديال خبز ديالنا كيف كتشوفو تيجي نارطب ما تيجيش قاصح اصلاحي يعني لطاكوس يعني لكساندويتشات ديال طاكوس او ديال شاورما تيجي اه ارطب وخفيه وكيشتو طريقة ديال تحضر ديالو جدا جدا سهله واكتصادي يعني واحد ال 500 جرام ديال دقيق اعطتني تقري اعطتني يعني واحد الاشراء ديال الخبيزات وهكا يعني كندير واحد الحاجة اللي كتكون ديرينها في البيوت ديالنا عارفينها مناش مصغبة مشي بحال تكون ديال الزنقات يكون فيها يعني موات حافظة وبالصف ديال الحاجات فنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوا اشتروا شاملات فيديو تفارتاجوا مع الاصدقاء الهائلة ديالكم وقدالك تشتركوا في القناة وتغطوا على الجرس باش تصلوا بكل ما هو جديد لا يستفسر او اقتراحنا رهن اشارتكم خليهم ليفتعليقات والى الفيديو القادم ان شاء الله تسحوه الرحيم والسلام عليكم